خير عليك يا أحمد ومساء الخير على حضراتكم الحقيقة مبسوط أن أنا كل يومين كده بقى في نفس المكان تقريباً وقول مبروك لحضراتكم يعني ربنا يكتر من أفرحنا وإنجازاتنا إحنا خلاص على بعد خطوة واحدة بس من تحقيق السرسية اللي بنحلم بيها بعد ما أمننا لقب الدوري وبعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك في مباراة صعبة قدرنا إن إحنا نوصل لنهائي كاس مصر ونواجه إن شاء الله طلاقع الجيش يوم 5 ديسمبر في المباراة النهائية مباراة مش هتكون سهلة خالص يعني طلاقع الجيش يمكن خرج بيرميدز والزمالك من الكاس وبنتمنى أن نحن نشوف أفضل أداء من لعبتنا كان فيما كسب كتير من مباراة مبارح زي ما أحمد قال ويمكن منها أنه بعد أربع أيام بس من نهائي دوري أبطال أفريقيا نقدر نشوف اللعيبة وهي بتدي كويس جدا وأداء كويس في الملعب وخصوصا يعني في بعض الأوقات من المباراة كنت حاسة أنه ممكن يكون الأداء أفضل كمان من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا وبالرغم من أن استقبلنا هدف في نهاية الشوت الأول إلا أنه قدرنا نظهر بشكل قوي في الشوت الثاني وقدرنا طبعا أنه نحن يكون فيه تنوع في الهجوم طبعا ويمكن كمان هدف أفشا يعني أحمد أنه قدر تاني يحرز هدف مهم للنادي الأهلي الأهلواء مبسوطين جدا بقى أفشل حقيقة وأنه هو بيثبت مع الوقت كل شوية قد إيه هو من أهم اللعيبة ومن أكتر اللعيبة التي تطورت طبعا تحت قيادة موسيماني من مكاسب المباراة كمان خلينا نقول ظهور بعض الوجوه الجديدة زي محمد طاهر طاهر محمد طاهر طبعا الصفقة الجديدة لنادي الأهلي وكمان نزول صلاح محسن في الشوت الثاني وكان فيه فعالية الحقيقة منه